السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من فنتاك تيك عالمي. حنتكلم اليوم عن اهم المباريات في هذا اليوم الممكن مملوء جدا جدا بالمباريات الريال. اه قاديش ارسنال مانشلستال سيتي كمان شلسي و ساوت هامتون و برشلونة خيتافي وكمان احنا نتكلم ارضا عن جولات مباريات دولي ابطال الافريقية التي كانت بين الاهلي والويداد المغربي. قبل ما بدل الحلقة ما تنسوا الدعم بلايك وسبسكريب للقناة التفعيل زر جرس. حابدا معكم طوالي من مباراة الريال القاديش. هالناس ممكن مشجعين ملكي طواليس ترجعوا وكانت ذكرياتها يمكن غير جيدة بالمرة في مباراةهم كانت مع قاديش قبل اربعة او خمس سنوات في اه كاسة الملكة الاسباني برضو وطلعوا بنفس الطريقة من اه قاديش. اليوم مباراة الريال يمكن حملت حيات كثيرة جدا في بعض المشجعين يمكن غضبان جدا من زند زيدان والتفكير العنيد اللي بيكون دايما في اختياراته في الملعب اليوم. اليوم شوفنا يمكن تفاصيل اعتقد ان يمكن تكون غير جيدة بالمرة بالنسبة للاعبين ريال مدريد. الاهم من دينه دايما بنشوف في بعض الجولات من الليجة الاسبانية بالرغم من تصدر الريال الليجة الاسبانية لانه في عقم اه هجومي واضح عند ريال مدريد. الجماعة الملكة لما انفاز بالبطولة الليجة للسنة الفاتت ما فعز بها على ان هو الافضل. انا ممكن اقوله عليه والافضل لكن بالتاكيد سوء الاندي التاني او مستويات الاندي التاني اللي كانت غير جيدة هي ساعدته بشكل كبير في النفوز بالليجة والمستويات اللي بنشوفه حال من الملكي ومهاجمينه في تضييع الفرص وفي حتى احيانا في عدم الوضوح التكتيكي والخططي بالنسبة لزينادي الزيدان اعتقد انه ممكن حيخلي حيكون بالنسبة لريال قاصم ظهر وبالنفس الوقت ما حيخليه يقدم العرض الافضل على مستوى الليجة اللي يمكن نشوفها هي في اسوأ مراحل وفتراته في هذه الفترة. اه تحديدا انا مادر انتقل من الليجة كتير هتكلم طوالع عن الليجة شوفنا الليلة برضو مباركة رات حلوة جدا 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 بالنسبة لاتليتكو ماد اتكلم عنه كتير لانه كان ضيف تغير جدا في ملعب آآ ملعب سلتافيكو كانت واحدة من مباركة كويسة جدا بالنسبة ليوم قدروا طلعوا من مطب سلتافيكو بيت ثنائية هدفها آآ بطل الاول كان سواريس في هدفه الاول كان مهم جدا في اولى دقائق المباركة بتتسجل هدفه اراحل لعبية ثلاثة كوماندريد اللي يمكن بعد ذاك يتفرغوا ليه الضرب والنطح وكل شي كان عنده علاقة بكرة القدم ما عنده علاقة بكرة القدم اللي هو بالنسبة للتعليمات دي اللي يمكن بنشوفه بيبعد كتير جدا من الخطة الممكن كان استلموا بعد تدهور حالتين الريال وبرشرونا في الفترة الاخيرة مفروض كان هو يبني فريق بشكل افضل ويحاول يقتنص اللي يمكن في توقيت كان بالنسبة له وكان هو الاشبيلية او آآ في امكان وارج جدا اكسبوا اللي في هذا التوقيت تحديدا ممكن زي ما قلت لكم اللي يتمر باسوأ آآ فترات عام مبارك برشرونا كمان بنتكلم عنه واحدة من المباركات الممكن نقول عليها خسارة تلو خسارة آآ آداء سيء تلو آداء سيء آ آآ حاجات كتيرة جدا بهتها في النادي بتحس بيال ليلة بتشوف ان الفريق بيقدم مستويات اعتقد انهم كنون غير جيدة بالمرة اختيارات عناصر تبيع اللاعبين تشتري غيرهم آآ توعد الجمهور انه في لاعب المعين جاي باضافة في الرغم تسعة وما بيكون في اللاعب موجود فبالتالي آآ برضو في ضبابية كبيرة جدا بتاقد في النادي والاهم من دايما انت دايما بتقول انه بتدينا شعور انه دايما النسي هو المسؤول من كل شي في الملعب مش مسؤول بحكم التحكم بالنسبة ليه كميسي لا مسؤول ب انه اللاعب الافضل وهو مسؤوليتهم الفريق يمشي للامام وتفاصيل كتير جدا بنشوفها في المباريات بالنسبة لبرشلونة الليلة برشلونة واضح تماما انه فريق بلا خطط بلا عناصر بلا دوافع بلا اي حاجة عند علاقة كرة القدم وصدقة اليمكن يتكهم بانه فترة كومر حتكون هي قصيرة جدا في آآ تفاصيل او في آآ تفاصيل نادي برشلونة وفي مشواره في الليقة في هذا الموسم يمكن ميل عبدالابطال اصلا بالنسبة النتائج الممكن بنشوفها غير جدا بالمرة اللي يكون في اتفاق مختلف تمام مع ادارة النادي في انه حتى لو نتائج ساءت بشكل كبير في امكانه يكون متواجد في النادي ويكمل هذا الموسم والممكن يحيكون موسم كارثي بالنسبة للمعضيات اللي نحن بنشوفها حاليا بالنسبة آآ لبرشلونة من التفاصيل الغير جيدة في النادي الكتالوني اعتقدون الخيارات الموجودة والخيارات الممكن هي مفروض جابوها عشان تقديك الاضافة النوعية بالنسبة للنادي تتكلم عن فليبي كوتينو وتتكلم عن ترنيكاو تتكلم عن وثمان دنبيل اللي يمكن له ثلاثة سن النواد بيقدم الاداء الباهية الامكن له تلتمية وخمسين يوم ما بدأ اساسي الا اليوم ولما بدأ اساسي ما حسنا به في المباراة بشكل كبير جدا ترنيكاو اضافة ما اعتقدين اضافة بتتوظف بالشكل الافضل ولا اضافة حتى شايفين ليها ملامح واضحة تضيف للنادي الاهم من ده انك برضو لسه بتشوفينه في واحد زي بيدري صغير عمرا كبير في الامكانيات واحد زي ريك بويق صغير عمرا ضئيل في الحجم كبير جدا في الامكانيات بيقدموا العروضة الافضل جدا مع ضبابية الاداء بالنسب وقري زمان النقطة يمكن وعلمة الاستفامة الاكبر بالنسبة برشلونة في هذا الموسم البرصة في هذا الموسم بصراحة نهايته حيفقد في هذا الموسم وهيكون في نادي تاني وبتأكيد حتفتش عن الفريق وحتفتش عن المركز الرابع بالنسبة لبرشلونة ده كلها انا بقول لكم مرجع اليوم من اليوم للفيديو ده اه تحديدا هتحول طوالا للدوري الانجليزي مباركة نت حلوة جدا بين شلسي وساوث هامتون انتهت باتنين لاتنين شلسي قدم جيم جدا تفاصيل الجيم ده انا صراحة بح احاول اختصار لكم في حاجتين مهمين جدا جدا اللي هو انه دايما استقدم واحدة من العناصر او احد العناصر اللي كانت حلوة جدا جدا عناصر مهمة جدا جدا انما ما فهم انه مفروض بعد استقدامك لهافردس لفيرنر لحكم زياش لتشلويل انك تستقديم اتنين سنتر باكا واتنين مدابعين يكونوا كويسي جدا وحال يصمر ما يليق بين نادي استقدمته حاليا مصاب كيبا رجع لعاداتها القديمة زي ما قلنا وحاليا بيقدم العروضة الاسوأ ممكن بيشوفها لحارة اسمار ما مفروض يقدم الاضافة اللي انت محتاج لها في النادي كيبا حاليا لا يصلح انه يكون موجود حتى في ذكرة البودلاة بالنسبة لنادي الشلسي ده لاعب يعار لنادي يكون متوسط يستعيد امكانياته وممكن بعد مجيء مندي ممكن حاول يكون في مقارعة بيناتهم او سجال على انه يلعب مباريات داخلية في انه يكون في تنافس في منه اللعب اساسي على سابتان لكن بشكل كبير بحس انه اللاعب ده احيانا تحس انه غير مسؤول بمرة عنده هز كبيرة جدا هو ولا كان زوم المدافع الممكن تقول عليه خطأ بجمتين في توقيت في تظرف المباراة انت ما بتقدر تتكهن بالكلام ده دايما الاخطاء بتكون موجودة في دفاعات نادي الشلسي الامكان لانبارض اجتهت كثير جدا في انه يجيب لعبين بشكل جيد على على خط الوسط والهجوم بشكل كويس وقدر يعني عمل عمل نقلة كويسة جدا في الفريق الا ان النقلة ما كانت على مستوى خطة دفاع الامكان هتكون قاسمة ظهر بالنسبة كبيرة او بشكل كبير بالنسبة للعبيد الشلسي ولجمهور نادي الشلسي في انه المسلم ده ما ينافسه على اي بطولة عنده علاقة بالدور الانجليزي او الكاس او حتى الكارباو فبالتالي تتكلم عن فريق بحتاج لاهم العناصر في خطة دفاع الممكن نشوف يكون في تنظيم في الفترة اجاية بشكل جيد بالنسبة لفرانك لامبارض المباراة تانية يمكن ارسنل ارسنل ومانشستر سيتي ارسنل ومانشستر سيتي واحدة من المباراة اللي ممكن زي ما بيقولوا ناس تكلمت عنها في انه الليلة التلميز اه ما ق لا قدر حتى يجاري ولا قدر حتى يقول له انا موجود في المباراة تحديدا كان في ضعف كبير جدا او في جبن كبير جدا بالنسبة للاعبي ارسنل في انه دايما كانوا حاسين انه سيتي افضل منهم بيب غورديولا قدر للاعب استغناء على استحوال استغناء على حاجات كثيرة جدا لكن قدر في النهاية يقدم القيمة اللي هو محتاج له واحد صفير قدر حافظ عليه ولا غاية ما المباراة انتهت ارسنل بلا انياب بلا بلا اي تفاصيل تحسين الفريق عايز يمشي لقدام في هذه البطولة تحديدا ا ما هو عايز يمشي لقدام في المباراة التحديدا انه اكسبها تلاتة نقاط ويقارع نادي مانشستر سيتي اعتقد انه ارسن المحتاج لحياة كثيرة جدا 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 والتنظيم الخططي والدفاعي والتنظيم الخططي بشكل عام كخططي المفروض تكون واضحة وصريحة بالنسبة للمدرب اه المدرب اه اه ارتيتا مفروض يكون واضح في الحياة دي وقال له يثبت الاداء ويثبت التنظيم والتشكيل يكون اه ثابت انا متكلم عن الخطة اللي بلعبيها دايما تكون هي واضحة هي كانت تلاتة اربعة او التلاتة خمسة اتنين او التلاتة زي ما بنقول التلاتة ومشتقاتها على الاربعة افضل بلعب بشكل افضل اللي شوفنا برضو لاعبين آ Büded في خطة دفاع قدمه اعتقدون ان يمكن يكون متوسط له جيد آ. واحدة من المباراة اللي ممكن تكون كويسة جدا للي عودة كون وحتى اساسي على طول في المباراة shape الزكان اساسي. اعتقدنا واحدة المباراة الممكن تكون كويسة جدا في نهاية المكسب بنسبة لي كويس جدا. ودي واحدة من الحقيقة اللي ممكن في الموسم الفات. اه خلته انه في قد اعزل كثير جدا من النقاط في انه فتش الاستحوات بشكل كبير جدا. وحيانا بينسى انه مفروض المباراة بتلعب على مستوى الدور الانجليزي على مستوى ثلاثة. نقاط هي اللي بتكون دايما اهم في مشوار انك تكسب في المطولة بشكل افضل مع تعثر نادي ليفربول واللي ممكن نقول اداوة غير جيد مع اصابة فيرجيل فاندايك اللي ممكن احنا كلنا زعلنا عليه وبعد تدخل الكبير جدا من الليلة كان تدخل صراحة حيفقد ليفربول واحد مدافع هو الوحيد الجاب التوازم بالنسبة ليفربول لو يورغن كولوبكا قيبة بيسوى تمانين تسعين في المية من من قيمة ليفربول والتلاتين في المية الباقي بتكلم عن فيرجيل فاندايك والكلام دي انا حذبت لكم في قادمة المباريات الموعيد لانه حتى لما انطلع في الاتجاه التاني حسين ان طوالي كان في هزة كبيرة جدا بالنسبة للعبي ليفربول وبعدها كان ولجة مرماهم الاهداف الكثيرة انا حلقت اليوم ده العالم اتكلمنا عنه انا ليل عاجبني في في المباريات دولة بطالة افريقيا صراحة اداء الاهل المصري حذرت اليوم كده شوط وشوية واحدة من المباريات الممكن حلوة جدا جدا الاهل المصري يقدم واحدة من المباريات الممكن نقول عليها اربعة وخمس سنوات باداء تكتيك عالي جدا جدا موسماني المدرب الجنوب افريقيا صراحة واحد من المدربين الممكن مميزين جدا الشيء الاظهر في المباراة اليوم اعتقد ان شيء يحترم شيء بيأكد ليك انه في مدرب عايز اصنع بطل في مدرب امكانياته كويسة جدا محترم جمهور الاهل المصري محترم لعب الاهل المصري وحافظه وبيعمل في شنو اللي انا ده اتمنىه ان يكون في المباراة تاني يقدر يقدم العرض الافضل دايما انت تزور الفريق الافضل والنادي الافضل والجمهور الافضل دايما انت بتحاول تدعم يمشي اللي قدام بتأكيد الاهل المصري واحد من الاندي المهمة جدا جدا غدا هتكون في مباراة ممتازة جدا جدا هتكون بين الرجاء المغربي والزمالك المصري برضو يعني الفريقين الضلعين الممكن الاربع اضلاف في نصف النهاية اتنين منهم مصريين اهل وزمالك واثنين منهم مغربة وداد ورجاء في ديربيات مغربية مصرية هي متحكمة في دورة ابتالة الفلقة في هذا الموسم متين احنا هتكون مننا الكلام ده في قادم الايام والسنين نتمنى انه الكلام ان شاء الله يحصل عندنا في السودان يوم من ايام نشوف هلال مريخ في نصف النهاية دورة ابتالة الفلقة او في النهاية بتقارب على الاميرة السمراء دي كانت حلقة اليوم اه الواحد برضو يعني حبينا برضو نطل عليكم اليوم فيه نتكلم عن اليوم العصيب ده في مباراة صراحة كانت حلوة جدا 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 اه استمتعنا بيها بشكل كبير الواحد اليوم ممكن ما اطلع من البيت من الساعة واحد ونص اه ظهرا من استمتع بزو المباراة الحلوة جدا جدا وان شاء الله كده يا اخي دايما نطلع لكم ونحن نكون مبسوطين دايما يعني وفي قادم الايام الموعيد ان شاء الله نتابع معكم برضو ما حصل في الدور الممتاز وشنل بحصل في قادم الجولات شكرا لكم كثيرا لحسن المتابعة